تعود ميليشيا الحوثي للتصعيد العسكري في عدد من مدن اليمن لا سيما الحديدة وتدفع بذلك جهود إحلال السلام نحو الانهيار بعد أن ظل اتفاق ستوك هولم بشأن إعادة الانتشار في الحديدة صامدا لأشهر ومثل نجاحا ربما هو الوحيد في الاتفاق قصف ميليشيا الحوثي منازل مأهولة بالسكان المدنيين في شارعي صنعاء والخمسين جنوب شرقي الحديدة وتدمير مصنع للألبان وقتل موظف فيه تصعيد أعاد الأمور في الحديدة وفق مراقبين إلى نقطة ما قبل اتفاق إعادة الانتشار الذي رعاه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتيني جريفيد وروج بأن هناك إمكانية لإنهاء الحرب في أمد منظور إلا أن المواجهات العسكرية عادت وبعنف إلى شوارع المدينة سياسيون يمنيون ربطوا تصعيد ميليشيا الحوثي بأجندة إيران التي ترتبط بها وتعد من المحاربين عنها بالوكالة في المنطقة بينما يذهب آخرون للقول إن من مصلحة إيران في الوقت الحالي عودة التصعيد في اليمن واستدامة التوتر هناك رغم رسائل السلام الواردة من أكثر من طرف وذلك لحاجة نظام طهران لتخفيف الضغط الكبير المفروض عليه من قبل الولايات المتحدة وحلفائها ولإشغال خصومها في معركة على الأراضي اليمنية وبالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لليمن والممرات البحرية الحيوية التي يشرف عليها ومن ضمنها مضيق باب المندب فإن ميليشيا الحوثي تمثل بحسب مراقبين ورقة من أوراق إيران لتهديد الملاحة الدولية التي تمثل في الوقت الحالي مدار صراع مفتوح بين طهران والقوى المضادة لها